إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول وإنت بتضيع من تعول ساعات بيبقى الناس محتاجين أنهما يظهروا بمظهر أنهما كبار وقدرين على فكرة أنت ضيعت أولادك وضيعت أسرتك بلا داعي طيب هل ممكن فيه جاءات تساعد في ده؟ آه لو الزوجة أو الزوجة أو الإجراءة ممكن نعمله أو الزوجة أو الزوجة شافوا استجابة عند الطرف صاحب الحالة دي صاحب المشكلة دي على طول يبدروا الزوج والزوجة ده لما يشوفوا استجابة ليه على طول يبدروا ويبدأوا على طول خطة للعلاج سريعة فلابد يبدأوا بشكل واضح وبشكل سريع خطة العلاج لأنه لو ما حصلش ده لو ما حصلش لما يشوفوا الاستجابة من الطرف الآخر أنه هم يساعدوا ويبدادوا معاه خطة العلاج التأخير هيكون مسألة خطيرة جدا 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 وعليهم اللي استعانى حتى لو هو ما استجابش عليهم اللي استعانى بالخبراء وبالأطباء ليه؟ عشان يقدروا يستطيعوا أنهم يتعاملوا مع معازل حالة فعليهم الاستعانى استعانى بإيه بقى؟ عليهم أنهم يستعينوا بالخبراء والأطباء في هذه الحالة بشكل واضح وهنا بمدفوعين بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأطباء النفسين لو أقروا بأنه عنده اضطراب نفسي يبقى لازم بشكل واضح نصير في مصار العلاج ثالث حاجة لازم نشوفها وإحنا بنتعامل مع ده وثالث إجراء لازم نعمله إن إحنا في الحقيقة لازم نكون واضحين جدا جدا في كل الإجراءات اللي إحنا بتعامل فيها مع هذه الحالة لأن الإغراق في الديون يا ما هد بيوت ويا ما أزى ناس ويا ما أوجع ناس في قلوبهم وخلاهم حسين إنهم ضيعين آخر إجراء لازم أقوله لكم ولازم تكونوا منتبهين إليه وإحنا بنعمل الكلام ده إن إحنا مش بس نكونوا واضحين مع مرأبتنا لكل الأشخاص اللي عندهم ده ومتبعتهم من متابعة دقيقة إن إحنا كمان ننبع على الأولاد إنهم يتعاملوا مع الأب أو الأم بشيء من اللطف والرحمة صحيح فيه رقابة رشيدة بس لازم يكونوا معهم بلطف ورحمة كمان إذا وصلنا الحالة حالة صعبة ومشقدين نتعامل فيها ممكن نستخدم حاجة اسمها الإبعاد المشروط اللي هو العزل عن البيت حتى يتم العلاج ويعود الشخص ناضج ومتحمل المسؤولية مرة تانية طبعاً بيشك أنا اضطر إن إحنا نتفاوض مع أصحاب الديون في السداد وتقصيد الديون دي لغاية ما نوصل للحالة المرضية أو صحيح لنهاردة كانت الحالة اللي احنا عرضناها والظرف اللي احنا عرضناها أمر شويتين تلاتة فيه وجع لكن احنا نكون لازم نتكلم عنه بس وإحنا نتكلم عنه كمان لازم يبقى عندنا تحذير يا سيدة الظرف اللي احنا فيه مش حله أبداً إن الناس تغرق نفسها في الديون لكن الحل إن الناس تزود من العمل تزود من الانتاجية تزود من السعي آه هنتعب شوية بس ده أرحم اليوم مرة من زول الدين أرحم من الحجز على الأملاك أرحم اليوم مرة من إن الأولاد يستخبوا والأهل يستخبوا وما يعرفوش هيعملوا إيه ده هو الاتجاه الصحيح أزود أرباحي أزود كسبي ولا أقع تحت زل الدين هو ده الحل ولازم نساعد بعض ولازم نخرج من الأزمة دي لأن الأزمة دي أزمة قاسية كتير من القلوب ما بتقدرش تستحملها يا رب احفظنا واحفظ بيوتنا واحفظ أحبابنا من كل ضيق ومن كل حرج يا رب واجعلنا دايما في مددك واسع علينا يا ربنا رزقنا واجعلنا دايما في حماك ترجمة نانسي قنقر